بعد تعاقب العاصفتين بشرى وهدى خلال الشتاء الحالي جاءت جنة لتحصد النصيب الأكبر من تعدد الظواهر الطبيعية وتنوعها بدأت بتساقط كميات معتبرة من الثلوج على معظم محافظات المملكة بما فيها محافظتا الزرقاء وإربد وارتفاعات متدنية جدا وصلت حتى 200 متر مستحبة معها عواصفة رعدية وانحسرت بذوبان للثلوج مما تسبب في تشكل البخاري على بعض الطرق في مناطق بالعاصمة عمان الأجهزة الحكومية بكافة أطيافها أولت اهتماما كبيرا لجنة العاصفة القطبية التي عبرت المملكة كما عملت أمانة عمان الكبرى على فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية باستثناء بعض الطرق الصعبة والمنحدرة وقطعت آلياتها حوالي 22 ألف كيلو متر على مسارات العمل خلال العاصفة الشكاوى الرئيسية التي نحن متخصصة بأمانة عمان 282 شكاوى باقي الشكاوى هي موجهة إلى بعض مؤسسات الدولة زي الكهرباء والمياه ودفاع المدني ومؤسسات الدولة الأخرى وتم تحويل هذه الشكاوى إليهم مباشرة ومعالجتها على الفور وشكاوى الأمانة هي متخصصة بمناهل أو معظمها كان على تكسير أخصان الأسجار التي كانت تعيق الحركة للأليات الفرق الفنية وتواقم شركة الكهرباء الأردنية استقبلت خلال العاصفة جنى مكالمات المشتركين وقامت بإصلاح الأعطال الكهربائية خلال فترات زمنية قياسية المركز الاتصال الذي نحن موجود فيه الآن عامل بطاقته القسوى تقريبا خمس من مستقبلين الهواتف بعمله في خمس وخمسين بانتظار للمكالمات المشتركين هذا بدلل على أنه حجم الأعطال بحمد الله قليل جدا المدرية العامة للدفاع المدني كان لها دور أساسي وبارز خلال العاصفة حيث تعاملت كوادرها مع ألف وستمائة واثنين وعشرون ألف شخص حاصرتهم مياه الأمطار والثلوج في مختلف محافظة المملكة نتيجة جنوح مركباتهم عن الطرق وعدم القدرة على الاستمرار في المسير كما تعاملت مع العديد من الحالات المرضية المختلفة كغسير الكلا وحالات الولادة التي كانت بعضها داخل آلياته ووجهت المدرية العامة للدفاع المدني رسائل إرشادية للمواطنين عبر نظام الإنذار المبكر التي تتعلق بحالة الإنجمادي والسقيء التي شهدتها المملكة نتيجة للتحذيرات المسبقة من قبل الأجهزة المعنية من العاصفة جناء كونت هذه الأجهزة بمساندة المواطنين نسيجا مكن كافة الأجهزة من القيام بواجباتها على أكمل وجه نظرا لوعي المواطنين من أخطار العاصفة والتي قد تضر بحياتهم عواصف قطبية تؤثر على المملكة لكن بتكاتف كافة القطاعات وبوجود مواطن واع لمخاطرها تعبر بسلام وبأقل الأضرار حمز الشعوبكي رؤيا